يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة قبل ما نتكلم على اللي حصل النهاردة في الدوري مبراطين رقاعتين جداً لأهل والاتحاد والزمالك وفيوتشر في رجالة موجودين دلوقتي في المغرب منتخبنا الأولمبي بيعملوا ملحمة إن شاء الله تكمل على خير ليه ملحمة؟ ليه ملحمة؟ وإحنا بنتكلم على شوت أول فقط والشوت الثاني بدأ من شوية شوت أول النتيجة واحد واحد دي النتيجة طيب محمود صابر سجل في ديئة التاسعة واحد من أفضل أهداف المنتخبات المصرية على مر التاريخ واحد من أفضل يعني يتحط في قائمة ما بين الأفضل جول رائع جداً 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 لمحمود صابر لعب منتخبنا الوطني الأولمبي ولاعب وسط بيرامدز بعد الهدف بثلاث دقائق عمل تاكلينج الحاكم طرده يعني في الديئة التاكلينج في ديئة 12 توقف اللاعب للفار والحاكم راح بص مهم إيه؟ الراجل التارد في الديئة 16 كان منتخبنا بيلعب 10 لاعبين ومتقدم بهدف محمود صابر اللي التارد حماش شوية والكورة يعني إيه؟ أنا اللي عارف أقول طرده ولا مش ترد طبعاً هي أقرب إنها تبقى طرده بس هي الفكرة عشان الحراك لو ما كنتش بتفرج على المباراة يعني هو دخل عمل تاكلينج جامد جداً على رجل الزلزولي والكورة يعني هو أخد الكورة وبعدها أخد رجل الزلزولي ما تعرفش بقى يعني دي طبعاً عايزها أراءة تحكمية بس يعني هي عنيفة قوية يعني فيها حماس كبير جداً بس هل لمس الكورة قبل ما يعمل أو يخبط رجل اللاعب مش عارف بس المهم المهم يعني يسيبك من الكلام ده دلوقتي مش وقت المهم ان احنا لعبنا بعشر لعبين من الديئة 16 دخل فينا هدف تعادل من المنتخب المجربي قبل نهاية الشوت الأول بخطأ يعني ايه مش مقصود من حتم سكر في منطقة صعبة عملوا هجمة سريعة المهم دخل فينا هدف التعادل هل احنا مع النقص العددي عملنا مباراة دفعية قوي لعبنا تحت الكورة قوي لا لحد ما دخلت على الهوى واحنا فات حوالي عشر ده من الشوت التاني منتخبنا بيبادل منتخب المغربي الهجمات اه بالنسبة اقل طوعا من المنتخب المغربي بس بنروح وبنحاول هتقول لي هو ده صح ولا غلط هقولك هي فيها مخطرة مجدبش عليك يعني هي في الظروف اللي زي دي فيه مدربين يقولك ايه العب بقى تحت الكورة وحاول تمشي المباراة التعادل تلعب وقت اضافي تلعب ضربات ترجيح وهي منصبة فيه مدربين تانين يقولك لا انا لعيبتي مش هتقدر تستحمل وقت اضافي خلصلي في دقيقة في التسعين دقيقة بس ده فيها مخطرة كبيرة في كل الاحوال في كل الاحوال كل الشوت الاول العشر دا من الشوت التاني اللي شفته رجولة مش طبعية من لعيبتي المنتخب في نهاي كأس الامم الأفريقية تحت 23 سنة بتلعب قدام المنتخب المغربي القوي جدا على ما لعبه وسط جماهيره جماهير مالية المدرجات ورغم كده فيه رجولة واداء رائع جدا من منتخبنا الوطني مش بمهد لك ومش بقول لك ان شاء الله يعني ما نكسبش لا خالص ان شاء الله نكسب عشان مجود الرجالة دول بإذن الله ربنا يا كرام بس كده كده تاني وتالت وقلب اللقب هو يعني ايه اللي يحل الصورة في الآخر بس كده كده الصورة حلوة يحلها اكتر يعني في الآخر بس كده كده الصورة حلوة الصورة حلوة ليه ان احنا صعدنا للأولمبيات دي بطولة أفريقية بدلا من التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبيات احنا صعدنا خلاص اعملنا الهدف الأساسي الفوز بالبطولة او الله قدر الله نخسرها مش هيفرق كتير اللي يفرق يعني هتقول ايه انا كسبت بالبطولة للمرة التانية على التوالي في كل الاحوال عملوا اللي عليهم لحد ما دخلت هنا هو الرجال عملوا عليهم وحنا منتكلم فضل تلاتين ديئة من المباراة ان شاء الله يعني بإذن الله ربنا يكرمنا أداء رائع جدا دي نقطة النقطة التانية برضو قبل ما المباراة تخلص ميكالي امتياز اللي عملوا ميكالي مع منتخب مصر القوليمبي في هذا البطولة امتياز ليه امتياز ما فيش إعداد طويل مدرم ما استلمش من فترة طويلة لعيبة فيهم كتير ما بيلعبوش بشكل أساسي مع فراءهم ما عندكش محترفين المنتخبات التانية عندها محترفين ورغم كده انت بتقدم أداء رائع جدا دي من زاوية فيه بقى زاوية تانية مهمة جدا مهمة جدا ربما تسمع لأول مرة فيما يخص المنتخب الوليمبي أو تحليل ما يحدث المنتخب الوليمبي في هذا البطولة احنا بقلنا كتير يا جماعة ما عندناش لعيبة انا اخر واحد فاكره حسن عبد الربو بتسدد كويس اخر واحد فاكره حسن عبد الربو هتقولي تما كان امام عشور بيسدد على فترات بس حسن عبد الربو اخر واحد وحمد حسن بقى والجيل ده هتلاقي فيه مدافع بتتعامل من برا وبعد كده غاب عننا الموضوع بتاع الناس اللي بتسدد من برا دي بشكل فيه دقة يعني المنتخب الوليمبي وده شغل مدرب ما كده كان لعيبة دي عندها المهارات من الاول بس ده شغل مدرب امراهيم عادل بيسدد ويسجل من برا بشكل رائع جدا محمد شحاتة محمود صابر وسامة فيصل كل الناس بتشوط من برا في مدافع على مدار البطولة بص على هدف منتخب مصر هتلاقي النسبة الأكبر من مدافع من برا الـ 18 فده شغل مدرب صوب يا حبيبي ما تخافش ما تقلقش اتجرق بقولك الجول بتاع محمود صابر تصويبه من 40 يارضا النهاردة من 40 يارضا بطريقة رائعية مش حتى ايه اللي هو حط وش رجله هي والسلام لا ده حطها أرطوب بطن رجله في الدايئة بص رائعة لازم تشوفها يعني وما شفتاش تفرج عليها فده نقطة مهمة جدا ياريت كل المداربين في مصر يشتغلوا على الموضوع دوت اللعيبة لازم تتعلم تصوم من برا سلاح مهم جدا سلاح مهم جدا نقصنا في الكرة المصرية بشكل عام بس واضح ان الميكالي اشتغل على القصة دي بشكل واضح يعني تقدر تقول واحدة من محاور أداء المنتخب الرمبي التصويم من الخارج بشكل مميز مع حضراتكم على مضايا الحلقة ان شاء الله بإذن الله منتخبنا يفوز بيازي البطولة وهيبقى أداء وإنجاز عظيم جدا انت بتلعب بعشر لعبين من دي 16 يعني